أيها المغتربون لا تؤجلوا متعة الغربة إلى الوطن مقال للدكتور فيصل القاسم الإعلامي بقناة الجزيرة نشر في مدونات الجزيرة بتاريخ 11 من نوفمبر 2017 مهما طالت سنين الغربة بالمغتربين فإنهم يظلون يعتقدون أن غربتهم عن أوطانهم مؤقتة ولا بد من العودة إلى مرابع الصبا والشباب يوما ما للاستمتاه بالحياة وكأنما أعوام الغربة جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب لا شك أنه شعور وطني جميل لكنه أقرب إلى الكذب على النفس وتعليلها بالآمال الزائفة منه إلى الحقيقة فكم من المغتربين قضوا نحبهم في بلاد الغربة وهم يرنون للعودة إلى قراهم وبلداتهم القديمة وكم منهم ظل يؤجل العودة إلى مصقة الرأس حتى غز الشيب رأسه دون أن يعود في النهاية ودون أن يستمتع بحياة الاغتراب وكم منهم عانى وقاسى الأمرين وحرم نفسه من ملذات الحياة خارج الوطن كي يوفر الدريهمات التي جمعها كي يتمتع بها بعد العودة إلى دياره ثم طالت به الغربة وانقضت السنون وهو مستمر في تقتيره ومعاناته وانتظاره على أمل التمتع مستقبلا في ربوع الوطن كما لو أنه قادر على تعويض الزمان وكم من المغتربين عادوا فعلا بعد طول غياب لكن لا ليستمتعوا بما جنوه من أرزاق في ديار الغربة بل ينتقلوا إلى رحمة ربهم بعد عودتهم إلى بلادهم بقليل وكأن الموت كان ذلك المستقبل الذي كانوا يرنون إليه لقد رهنوا القسم الأكبر من حياتهم لمستقبل ربما يأتي وربما لا يأتي أبدا وهو الاحتمال الأرجح لقد عرفت أناسا كثيرين تركوا بلدانهم وشدوا الرحال إلى بلاد الغربة لتحسين أحوالهم المعاشية وكم كنت أتعجب من أولئك الذين كانوا يعيشون عيشة البؤساء لسنوات وسنوات بعيدا عن أوطانهم رغم يسر الحال نسبيا وذلك بحجة أن الأموال التي جمعوها في بلدان الاغتراب يجب أن لا تمسها الأيدي لأنها مرصودة للعيش والاستمتاع في الوطن لقد شهدت أشخاص يعيشون في بيوت معدمة ولو سألتهم لماذا لا يغيرون أثاث المنزل المهترئ فأجابوك بأننا مغتربون وهذا البلد ليس بلدنا فلماذا نضيع فيه فلوسنا وكأنهم سيعيشون أكثر من عمر وأكثر من حياة ولا يقتصر الأمر على المغتربين البسطاء بل يطال أيضا الأغنياء منهم فكم أضحكن أحد الأثرياء قبل فترة عندما قال إنه لا يستمتع كثيرا بفلته الفخمة وحييقاته الغناء في بلاد الغربة رغم أنها قطعة من الجنة والسبب هو أنه يوفر بهجته واستمتاعه للفيلا والحديقة التي سيبنيهما في بلده بعد العودة على مبدأ أن الملك الذي ليس في بلدك لا هو لك ولا لولدك وقد عرفت مغتربا أمضى زهرة شبابه في أمريكا اللاتينية ولما عاد إلى الوطن بنى قصرا منيفا لكنه فارق الحياة قبل أن ينتهي تأثيث القصر بيوم واحد كم يذكرني بعض المغتربين الذين يؤجلون سعادتهم إلى المستقبل كم يذكرونني بسذاجة أيام الصغر فذات مرة كنت أستمع إلى أغنية كنا نحبها كثيرا أنا وإخوتي في ذلك الوقت فلما سمعتها في الراديو ذات يوم قمت على الفور بإطفاء الراديو حتى يأتي أشقائي ويستمعون معي إليها ظن مني أن الأغنية ستبقى تنتظرنا داخل الراديو حتى نفتحه ثانية ولما عاد أخي أسرعت إلى المذياع كي نسمع الأغنية سويا فإذا بنشرت الأخبار إن حال كثير من المغتربين أشبه بحال ذلك المخلوق الذي وضعوا له على عرنين أنفه شيئا من دسم الزبدة فتصور أن رائحة الزبدة تأتي إليه من بعيد أمامه فأخذ يسعى إلى مصدرها وهو غير مدرك أنها تفوح من رأس أنفه فيتوه في تجواله وتفتيشه لأنه يتقصى عن شيء لا وجود له في العالم الخارجي بل هو قريب منه وهكذا حال المغتربين الذين يهرولون باتجاه المستقبل الذي ينتظرهم في أرض الوطن فيتصورون أن السعادة هي أمامهم وليس حولهم كم كان المفكر والمؤرخ البريطاني الشهير توماس كارلايل مصيباً عندما قال لا يصح أبداً أن ننشغل بما يقع بعيداً عن نظرنا وعن متناول أيدينا بل يجب أن نهتم فقط بما هو موجود بين أيدينا بالفعل لقد كان السير ويليام أوسلاير ينصح طلابه بأن يضغطوا في رؤوسهم على زر يقوم بإغلاق باب المستقبل بإحكام على اعتبار أن الأيام الآتية لم تولد بعد فلماذا تشغل نفسك بها وبهمومها؟ إن المستقبل حسب رأيه هو اليوم فليس هناك غد وخلاص الإنسان هو الآن الحاضر لهذا كان ينصح طلابه بأن يدعو الله كي يرزقهم خبز يومهم هذا فخبز اليوم هو الخبز الوحيد الذي بوسعك تناوله أما الشاعر الرومني هوراس فكان يقول قبل ثلاثين عاما قبل الميلاد سعيد وحده ذلك الإنسان الذي يحيى يومه ويمكنه القول بثقة أيها الغد فلتفعل ما يحلو لك فقد عشت يومي إن من أكثر الأشياء مدعاة لرثائف الطبيعة الإنسانية أننا جميعا نميل أحيانا للتوقف عن الحياة ونحلم بامتلاك حديقة وغرود سحرية في المستقبل بدلا من الاستمتاع بالزهور المتفتحة وراء نوافذنا اليوم لماذا نكون حمق هكذا؟ يتساءل دير كارنيجي أوليست الحياة في نسيج كل يوم وكل ساعة؟ إن حال بعض المغتربين لأشبه بحال ذلك المتقاعد الذي كان يؤجل الكثير من مشاريعه حتى التقاعد وعندما يحين التقاعد ينظر إلى حياته فإذا بها وقد افتقدها تماما وولت وانتهت إن معظم الناس يندمون على ما فاتهم ويقلقون على ما يخبئه لهم المستقبل وذلك بدلا من الاهتمام بالحاضر والعيش فيه ويقول دانتي في هذا السياق فكر في أن هذا اليوم الذي تحياه لن يأتي مرة أخرى إن الحياة تنقضي وتمر بسرعة مذهلة إننا في سباق مع الزمن إن اليوم ملكنا وهو ملكية غالية جدا إنها الملكية الوحيدة الأكيدة بالنسبة لنا لقد نظم الأديب الهندي الشهير كاليداسا قصيدة يجب على كل المغتربين وضعها على حيطان منازلهم تقول القصيدة تحية للفجر انظر لهذا اليوم إنه الحياة إنه روح الحياة في زمنه القصير كل الحقائق الخاصة بوجود الإنسان سعادة التقدم في العمر مجد الموقف روعة الجمال إن الأمس هو مجرد حلم انقضى والغد هو مجرد رؤية لكن إذا عشنا يوما بصورة جيدة فسوف نجعل من الأمس رؤية للسعادة وكل غد رؤية مليئة بالأمل فلتولي اليوم اهتمامك إذن فهكذا تؤدي تحية الفجر لما لا يسأل المهتربون عن أوطاني من سؤال التالي ويجيبون عليها لعلهم يغيرون نظرتهم إلى الحياة في الغربة هل أقوم بتأجيل حياتي في بلاد الاغتراب من أجل الاستمتاع بمستقبل هلاميا في بلادي أو من أجل التشوق إلى حديقة زهور سحرية في الأفق البعيد كم أجد نفسي مجبرا على أن أردد مع عمر الخيام في رائعته رباعيات لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان اشتركوا في القناة